موسيقى 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 بزاف الغواء كتقول بي ان المره الحملة لا بدك ستصوم لان بك اقولك الى فترة سرى حرام ولكن هو كين الله سبحانه وتعالى يعطي روح خاص بزاف الغوائش للمره الحملة باش تفضر هو الحمل ما كي مكي ماشي هو مانع باش المره الحملة ولكن كان خاصيات وكانش يحويج للمره الحملة تفضر فيهم اول حاجة احنا ندروح لشهر رمضان فالوقيتها حال سخون حال سخون والنهار طويل بزاف تقريبا 17-18 ساعة حدتها صعيبة حتى الانسان المره اللي ما حاملاش بالاحراء تكون حاملة وفي البطن ديره يمسؤل عليه لاحساب الوقيته لاحساب لكي مرهة لكي لديها اعراض أخرى أعراض أخرى اعراض أخرى العائلات التي لا تشتربون الممزين تأطرع حركة البيبي و النمو تشجع تأطرع النمو الجنين في البطن هذا الشيء لماذا؟ إنسان كان المرأة الحاملة من كلها تصوم ولكن كان شروط كان شروط لأن الناس يعيطونا تم اليوم ما حال موحدة يعيطوه تقليل كيف نفطر؟ لأن لا نستطيع أن نتحرك فإذًا نعطي الفهم وصفة الأخيرة فلذلك هي الأخيرة لأن الطبيب يمكن أن يحمل هذه المسؤولي لا، ليس أفزد فلك الحالة خاصة في الفترة الأولى كان الحمل فيها ثلاثة فترة ثلاثة 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 لأنك يكون فيها حملاء بذات وكي يكون عنده شخص سمباتيك سمباتيك دو كروسيس كي تتقيي بزاف كي تتقيي بزاف وكي تتقيي بزاف وكي تتقيي بزاف وخساء الفيتامينات تخساء بزاف للحوائج لصريح لذلك النمو لذلك البيبي لذلك إذا كانت مرة عندها أعراض بحركة تفتر وغالبا زيما الناس يأتي في الطروفات صعبة اليوم الفترة الثانية كيف تطعمل فترة الثانية العلاء يفترون بزاف وكي تطعمل فترة الثانية لثهر الفترة الثانية اللي قد تقرب للولادة هي قد تصعب لذلك الصعب على المرأة كيت تقليل يجب أن تجربة أشتغل من المغنق اللو للغداء للنمو كان أنحق بطريق أعراض السكر في الحمل في التاريخ وليس الترسل لم يكن يستطيعوك الله سبحانه وتعالى كانت المرة أغراء ما تعمل لديها المرة أغراء في الترسل فقد خذتهم في الحمل في أخر الحمل شبهم يأخذون الدواء في النهار كان شيء واحد يتمشي يقول لك أننا أخذ دؤنا في الفطار وفي الصحور وفي العشاء وكان سابق أن البريود الكبير بين الربعة الصباح والسبعة العشيارة 17 الساعة كتبقى بلا دوا لذلك هنا كان نفرضوا عليهم ليس لنعطيهم الخيار كان نفرضوا عليهم يفطروا لكي يأخذوا الدوا لأننا لدينا عواقب وخيمة لما يحتاج الدوا ديالها تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد